اشتركوا في القناة كل شيء راح اتحدث عنه في هالفيديو راح يكون موجود في الاسفل فايشي بدك تعرف سعره وبدك تعرف كيف بدك تشتريه رابطه راح يكون موجود بالاسفل بدون اي تأخير خلينا بلش بتزوله نبدأ بالمكتب الرئيسي المكتب اللي شايفينه بتكون من لوح علوي تم قطعه بناء على الطلبي بحيث انه مصمم لاستغلال مساحة زاوية الغرفة بافضل طريقة ومثبت باجرين بالاضافة للوحة ادراج من الاسفل بالاضافة للوحة ادراج على سطح المكتب كلهم من ايكيا من الاسفل اضفت درجة تنظيم الاسلاك ايضا تم تفصيله بناء على طلبي لاخفاء كل الاسلاك على مستوى النظر اثناء الجلوس مدم الانترنت والراوتر بالاضافة لكل وسطات الكهرباء مثبتة من اسفل المكتب جزء من المكتب قابل التحريك حسب وين ما بدي اصوره واعلى هذا الجزء فيه انه فوم خاصة لعزل الصوت او لتقليل انعكاس الصوت بالاحرى وليس لعزله اللي بتساعد شوي في تحسين جودة الصوت عند التسجيل جهاز الكمبيوتر الرئيسي اللي بستعمله للمونتاج موجود على اليمين على سطح المكتب رح تشوفه سماعة سامسونج الـ R7 اللي بتقنية 360 درجة واللي هي سماعة لاسلكية في المنتصف فيه شاشتين سامسونج منحنيات بحجم 27 انش ودقة Full HD مثبتين على ستاند واحد لتقليل القواعد اللي موجودة على المكتب نفسه لتوفير المساحة اسفل الشاشات رح تلاقوا الامبليفاير والكيبورد الثاني اللي بستعملهم كلاهم للمونتاج واللي رح تكلم عنهم في فيديوهات منفصلة قادمة قريباً ايضاً فيه شاحن لاسلكي وقارئ كروت من كينغستون اما الكيبورد والماوس اللي بستعملهم فالكيبورد من شركة اسمها داس اللي هو الـ Ultimate 4 اللي انتم لاحظين انه تم تغيير الازرار اللي عليه كلياً لازرار فارغة ما في عليها نص والسبب برجع لانه حابة تعود على الكتابة باللغة العربية مثل ما انا بكتب بالانجليزي اما الماوس فهي الـ Logitech MX Master الفقرة المفضلة لأغلب اليوتيوبرز حوالين العالم جنب المكتب في حاملة سماعات اللي بستعملها من شركة وو اوديو واللي عليها سماعات الـ Hi-Fi Man الـ HE400i والـ Audio Technica M50X واحدة فيهم بستعملها للمونتاج والثانية لسماع الموسيقى لكن الـ M50X عليها سكن من شركة دي براند نفس السكن اللي بتشوفوه على كل اجهزتي بالمعينات واللي رح يكون في رابط لشراءه في صندوق الوصف اذا كنت حاب تغير شكل جوالك او لابتوبك او سماعة على الحائط لفوق المكتب مباشرة معلق زر اليوتيوب الفضي اللي يرسل لكل يوتيوبر لما يوصل او لم يتوصل قناته للـ 100 ألف مشترك وجنبه في مساحة فاضية لما ان شاء الله يجي الزر الذهبي اهمتكم معنا شباب انتقالا للحائط التالي تجدون وحدة أرفف ايضا طلب تفصيلها لما عملت المكتب واللي حاليا بتحتوي على علب الاجهزة اللي موجودة داخل الكمبيوتر نفسه اما وحدة الادراج فبتحتوي على الامور اللي بحتاج اوصلها بسرعة مثل الجوالات مجموعة كوابل من كل الاشكال بنوك طاقة بطاريات عدة تصوير عدة كهرباء حتى وكل الامور اللي انا بستعملها بشكل سريع بخليها جنبي اما بالنسبة للإضاءة اللي موجودة خلف المكتب واللي الكثير منكم سأل عنها هذا اسمه LED ستريب اللي هو بيجي عبارة عن شريط طويل جدا بإمكانك انك تتحكم بلونه عن طريق الـ IR بيجي إلى روموت منفصل وتقدر تغير لونه بالطريقة اللي انت بتناسبك حسب الستة بتاعك رح يكون ايضا رابطه موجود في صندوق الوصف المنطقة الوحيدة الفارغة في الغرفة هي المكان اللي عدة تصوير بتنحط فيه بالعادي لما ما تكون قيد الاستخدام الحقاط التالي بيبدأ بوحدة مكتبية من آيكيا واللي فيها اغلب الامور اللي بستخدمها وراجعتها على القناة الآن على جانب الوحدة المكتبية رح تلاقوا في عندي مجموعة من السماعات اللي بستعملهم مثل رفيقتي في السفر السانهايزر مومنتوم السامسونج ليفليو بالإضافة للأم سيكس برو اللي على فكرة كانت السماعة الوحيدة اللي تمت عليها لما سفرت على نيويورك كان اداءها صراحة جدا جدا ممتاز على طاولة السرير اليمنى بتلاقوا اللوحة الرئيسة اللي بستعملوا يوميا للقراءة اللي هو السوني إكسبرية زد فور تابلت والمحطوط على ستاند من شركة ساوندبوت اللي تكلمت عنه سابقا في سلسلة تقنية وخرافية بالإضافة لشاحن سامسونج اللاسلكي ومجموعة شواحن أخرى غير سريعة أما بالنسبة للشواحن السلكية السريعة واللاسلكية السريعة كلها موجودة على الطاولة اليسرى اللي موجودة جنب السرير اللي أيضا فيها أو عليها كل الساعات الذكية اللي بستعملهم حاليا أنا ما بين الهواوي واتش وما بين الجير فيت 2 بهيك بنكون وصلنا إلى نهاية جولة الأستوديو إن شاء الله يكون الفيديو ممتع بإذن الله راح يكون فيه فيديو منفصل قادم راح أتكلم فيه عن عدة التصوير اللي أنا بستعملها بشكل رئيسي فما تنسى تعمل اشتراك بالقناة إذا مش مشترك عشان يوصلك تنبيه فور نزول هذا الفيديو بالإضافة لأنه ما تنسونا من الشير واللايك إذا أعجبكم هالفيديو كما ذكرت في البداية راح يكون فيه روابط لكل شيء تكلمت عنه في صندوق الوصف بالأسفل في حالة نسيتني أحط رابط لأي شيء اكتبوا لي في قسم التعليقات وبإذن الله راح أحدث الوصف علشان كل الأمور تكون موجودة فإذا حاب تعرف سعر أي شيء أو إذا حاب تعرف من وين تقدر تشتريه كل هاي الأمور راح تكون موجودة في صندوق الوصف بالأسفل هذا كان كل شيء لهالفيديو كاما معكم صلاة حامد في أمان الله